السلام عليكم ازايكم يا احلم طبعين يا رب تكونوا بخير معنا نهارده خبر جديد بيقول الزهور الاخير للفنان احمد العوضي قبل اعلان الفنانة اسمين عبدالعزيز خبر الطلاق الرسمي بس قبل ما هنبدأ بالتفاصيل ازا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منها كل جديد وحصري على اخبار حصرية الآن من مبارح وخبر انفصال الفنانة اسمين عبدالعزيز والفنان احمد العوضي وقالب كل السوشيال ميديا الناس كتير يتمنيت ان الخبر يكون كاذب والناس كتير قالوا اكيد ده ترويج لي الاعمال الجديدة تعالوا معنا نعرف التفاصيل الخبر بيقول اعلان السنائي احمد العوضي والفنانة اسمين عبدالعزيز خبر طلقهم امس عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا بفيسبوك ومبارح كان بوافق يوم عيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز رقم خمسة واربعين هو الخبر اللي تصدر الاكثر بحثا وتداول خلال الساعات الماضية ومن المعروف ان الفنان احمد العوضي متواجد حاليا بالامارات للاحتفال بفيلمه الجديد الاسكندراني بصحبة بطلة العمل زينة وصناعة المنتج احمد عفيفي والمخرج خالد يوسف وامس قام الفنان احمد العوضي بتوجيه تهنئة للفنانة ياسمين عبدالعزيز عبر فيسبوك قائلا كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي العمر كله في صحة وسعادة ونجاح بينما الفنانة ياسمين عبدالعزيز لم ترد عليه ولم تحضر ياسمين عبدالعزيز العرض الخاص الاخير لزوجها الفنان احمد العوضي اثناء احتفاله فيلم الاسكندراني وجاء اخر ظهور للفنان احمد العوضي قبل التقلق بلحظات بصحبة النجمة زينة وشقيقتها في دبي حيث قامت زينة عبر انستجرام بنشر صورة تجمعها معه ومع شقيقتها ومع المنتج احمد عفيفي والمخرج خالد يوسف وعصام السقه ومحمود عبدالحافظ في النهاية اذا عجبك المحتوى ما تنسوش الاشتراك والمتابعة ليصلكم منك الجديد وحصري على اخبار حصرية الآن